لم تتوقف اللعبة الإيرانية الصهيونية على الأراضي اللبنانية والسورية في معترك تقاطع المصالح والصراع على النفوذ بل تعدتها إلى العراق فبعد أن أدت ميليشيا الحشد دورا وظيفيا في حرق مناطق بأكملها وتهجير سكانها واعتقالهم وقتلهم إبان الحرب على تنظيم الدولة جاءت المرحلة الثانية لهذه الميليشيات المتمثلة في لعب دور خطير في التجاذبات بين إيران وأمريكا وحديثا الكيان الصهيوني غارات عدة وقصف جوي تعرضت له العديد من المعسكرات ومخازن السلاح التابعة للحرس الثوري وتلك التي تتبع لميليشيا الحشد كما جرى في معسكرات آمرلي وأبو منتظر المحمداوي ومعسكر السقر جنوبي بغداد وقاعدة بلد الجوية في صلاح الدين حيث خلف هذا القصف قتلى وجرحى لكن دون أن يرسم ملامح واضحة لطبيعة الحرب على ميليشيا الحشد والهدف منها لكن المتأمل للتجربة السورية يدرك أن الضربات الصهيونية لميليشيات إيران لا تعد أن تكون تأديبية الغرض منها إعادة المشروع الإيراني إلى المسار المرسوم له ضمن الحدود التي تسمح بها أمريكا والكيان الصهيوني ضمن هذا الصراع يغيب دور الحكومة في بغداد ولا يلقى من طرف الميليشيات والكيان الصهيوني أي اعتبار للدور التقديدي للحكومة فلا القوى المتنفذة تنتظر منها تعليقا ولا هي تريد أن تقحم نفسها في صراع يتعدى دورها المتوقف على نهب الثروات وتقاسم المناصب السياسية في غابة من الفساد الخاسر الوحيد في هذه اللعبة هو الشعب العراقي الذي لم يجد حرجا من يقدم نفسه ممثلا عنه في البرلمان بالقول إن بعد المسافة بين العراق والكيان الصهيوني يحول دون رد الحشد على هذه الغارات الصهيونية ليبقى العراقيون جميعا يدفعون فاتورة هذا الصراع بسبب غنى أرضه وعراقة تاريخه وأهمية موقع بلده ترجمة نانسي قنقر